استقبل السمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية المحامي واسمي خالد الوسمي والسادة أعضاء الجمعية وذلك بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد وقد هنأ السمو وحفظه الله أبنائه المحامين مشيدا بالجهود والإنجازات التي حققتها الجمعية خلال مسيرتها دعيا إياهم إلى بدل المزيد من الجهد والعمل والتطوير لتحقيق العدالة وإرساء المبادئ القانونية من أجل بناء مجتمع آمن ومستقر يقوم على سيادة القانون حضر المقابلة وكيل ديوان سموي ولي العهد للشؤون الإعلامية الشيخ مبارك الحمود السلمان الصباح